أمت الله تسأل تقول هناك شخص توفي غرقا ولم يحج فهل يسقط عنه الحج لقول النبي عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين أختي أمت الله بارك الله فيك بالنسبة للغريق شهيد بإذن الله تعالى وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله سلم أنه قال لأصحابه ما تعدون الشهيد فيكم قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد قال إذا شهد أمتي قليل ثم ذكر الغريق شهيد والحريق شهيد والهدم أيضا شهيد الذي يسقط عليه جدار أو حوادث السيارات كما يذكر العلماء وأيضا الذي يموت بذات الجنب وكذلك المبطون هؤلاء شهداء المسألة الأخرى أخت الفاضلة بالنسبة للذي يغفر له كل شيء هذا شهيد المعركة إلا الدين هذا شهيد المعركة الذي مات في سبيل الله أما الغريق والحريق هذا لا يسقط عنه لا حقوق الله ولا حقوق المخلوقين لا يسقط عنه شيء بارك الله فيك ولذلك من مات غريقا أو محروقا وعليه حقوق للبشر لا تسقط يجب على أهله أن يسددوا الحقوق إذا كان له حقوق لله إذا كان عليه عفو الحقوق لله مثل الحج كان قادرا وعنده مال خلف مال يحج عنه من ماله يحج عنه من ماله إذا لم يكن له مال يتبرع أحد ويحج عنه يتبرع أحد ويحج عنه كذلك الزكاة شخص مثلا مات غريقا وما زكا تسقط الزكاة ما تسقط يجب أن يخرج من ماله هذه الزكاة بارك الله فيك